بينما عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية العد العكسي للانتخابات العراقية إعادة تسويق الوجوه القديمة تقول الصحيفة في الوقت الذي تستعد فيه القوى والأحزاب السياسية العراقية للانتخابات أعلنت جميع الأحزاب عن تحالفاتها الجديدة التي يرى فيها نواب أنها مجرد محاولة لتسويق وجوه الأحزاب القديمة ويكشف مصدر سياسي مقرب من التحالف الوطني في حديث مع العربي الجديد عن وجود وسطاء إيرانيين وعراقيين لإقناع التحالفات الأربعة التي انبثقت من التحالف الوطني للاجتماعي في كتلة كبيرة بعد الانتخابات وكانت صحيفة غولف ستريت جورنال الأمريكية قد توقعت في وقت سابق بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدا لعبادي لولاية ثانية لافتة إلى أن مصير الفصائل المسلحة مرهون بعدد الأصوات التي سيحصلون عليها في الانتخابات وخلصت إلى عدم وجود ملامح للتغيير الجذري في حكم العراق متوقعة أن يتم اللجوء لتشكيل حكومة ائتلافية يترأسها لعبادي ترجمة نانسي قنقر